انسحاب إماراتي تحت غطاء استراتيجية السلام أولا بعد الكوارث التي خلفها التحالف في اليمن يبدو أن السلام الإماراتي القادم لليمن محاطم بالريبة والشكوك فبحسب وكالة الويترز نقلا عن مسؤول إماراتي أن الانسحاب يتعلق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا كيف تحولت الإمارات إلى مربع السلام ذلك يبدو مجرد غطاء لحسابات ومواقف لا تعني سلام اليمنيين شيئا وأن انسحاب الإمارات يبدو لأغراض غير سلمية فالأمر الأخطر بحسب ما أوردته الوكالة هو تصريح المسؤول الإماراتي الذي يؤكد أن تريكة الإمارات تقدر بتسعين ألف جندي وأن أبو ضبي غير قلقة من حدوث فراغ بوجودهم وكما بات واضحا للجميع ما هي القوات التي دربتها الإمارات بدءا بالحزام الأمني في عدن وأبيا ولحج وسقطرة وقوات النخبة في كل من شبوى وحضر موت وهي قوات ترفض وجود الشرعية يتساءل مراقبون عن السلام الإماراتي المنشود في اليمن وقد بات دورها لا يقل خطرا عن دور ميليشيا الحوثي فتركة الإمارات في اليمن هي جيوب مفخخة بالعنف أدينت بتقارير دولية لارتكابها جرائم خارج القانون وسعت لتقويض الدولة ونفذت عمليات اغتيال وتصفيات لخصوم سياسيين كانت الإمارات قد أعلنت قبل عام توقف عملياتها العسكرية في اليمن وبدأت تعتمد على تقوية التشكيلات المسلحة التابعة لها كما أوقفت أنشطتها الإغاثية على هشاشتها واكتفت بتوزيع قسائم لأرغيفة الخبز في الساحل الغربي حتى عدن التي خضعت للقرار الإماراتي تركت تسبح غريقة في مياه الأمطار وتحولت شوارعها لمستنقع للمياه الملوثة والعنف المؤدلج تبرز المخاوف مما بعد الانسحاب الشكل لإمارات باعتبار أن القرار غير المعلن قد يكون استعدادا للتصعيد والذهاب نحو الانفصال لتترك البلد مقسما وضعيفا وتحول اليمن إلى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات تأويلات كثيرة صاحبة الانسحاب الذي وصف بأنه جزء من الصراع الخفي بين الرياضي وأبوظبي الذي كشفته أحداث طرد القوات الإماراتية من سيئون نهيك عن الضغوط الدولية جراء الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها قوات الإمارات والأهزمة الموالية لها في عدد من المحافظات اليمنية لكنه في كل الأحوال لا يزال انسحابا شكلية فالإمارات لا تزال تتموضع في عدد من المواقع والمنافذ الحيوية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر